أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وخفيفة تتنافس هنا في إبراز قواتها وتقدمها وامتلاكها لآخر مبتكرات التكنولوجيا ضمن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي ايدكس في أبوظبي وهي المناسبة التي اجتذبت أكثر من ألف عارض يمثلون 53 دولة مشاركة واسعة لرواد الصناعة العسكرية العالمية تفسر أهمية السوق الخليجية حيث يسجل الإنفاق على انقطاع الدفاع نموا كبيرا اليوم نشهد نمو كبير في قطاعات الدفاعية للمنطقة بسبب الوضع الحالي الذي نشوفه وبالتالي فيه نمو كبير في حجم النفقات الدفاعية في دول المنطقة ككل أما من خلال شراء منظومات جديدة أو من خلال تطويرات المنتوجات الحالية المتواجدة الدورة العاشرة من المعرض شهدت إبرام عدة سفقات لشراء معدات وعقود للصيانة من ذلك ما أبرمت القوات المسلحة الإماراتية من عقود بلغت قيمتها أربعة مليارات درهم خلال اليوم الثاني فقط كما تجد الشركة المحلية في هذا المعرض فرصة للتسويق منتجاتها رغم حدة المنافسة تمتاز السيارة طبعا قدرة على تحمل الحرارة مستوى التدريع الرابع لدول حلف النيتو التي تكون مضادة للطلقات بعيار 14 ملي فاصلة 5 السيارة صنعت في الإمارات في خلال الشهرين طافت السيارة هذه والأربعة اللي في أربعة اللي ورانا السيارة صممت أو تمتاز السيارة بنجاحها في امتيازات الاقتبارية في المنطقة هذه خصوصا في أشهر الصيف لما ترتفع درجات حرارة إلى 50 و 55 درجة مقوية الصناعة العسكرية تبدو من خلال هذا التواجد أنها ما زالت في عزها دون التأثر بتداعيات الأزمة المالية التي شملت قطاعات كثيرة إذ يرتبط هذا المجال بعوامل أخرى تحرك الطلب عليه وهذا ما ينطبق على منطقة الخليج التي تصرف عشرات مليارات الدولارات سنويا على منظوماتها الدفاعية عمر طيب الرؤية الاقتصادية أبو ظبي اشتركوا في القناة